اشتركوا في القناة باسمي وباسم زملائي اعضاء مجلس الشورى ان ارفع الى مقامكم السامي وافر الشكر وعظيم التقدير والاعتزاز لتفضل جلالتكم بافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب يا صاحب الجلالة ان كلمة جلالتكم ومضامنها السامية ستبقى النبراس الذي يضيء لنا دروب العمل الوطني في ظل ديمقراطية حقيقية وسيادة للقانون ارسيتم قواعدهما بما يصب في تحقيق الاهداف التي تتطلعون اليها جلالتكم من خلال مشروعكم الاصلاحي الكبير بما يسهم في رفعة الوطن العزيز والمواطنين الكرام اننا مع بداية الدور الرابع من الفصل التشريعي الرابع لا نعاهد جلالتكم على المضي قدما في مسيرة الاصلاح والتحديث التي تقودونها حفظكم الله بكل حنكة وحكمة واقتدار والسعية الى تحقيق المزيد من التطور والنماء وتعزيز الامن والامان والتنمية المستدامة التي تشهدها المملكة في كافة المجالات اطال الله في عمركم وامتع جلالتكم بالصحة والعافية وسدد على طريق الخير خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر برقية تهنية من معالي رئيس مجلس الشورى بمناسبة افتتاح دور للنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع لمجلس النواب والشورى هذا نصها حضرت صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني باسمي وباسم زملائي عضاء مجلس الشورى أن أرفع إلى مقامكم الكريم بالغ الشكر وعظيم التقدير والامتنان على تشريفكم حفل افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب وما لو تموه سموكم من اهتمام بلغ ومعازرة نوعية لعمال مجلسينا وتوثيق الصلاة بين السلطة التنفيذية والتشريعية حتى باتت البحرين أحدى رواد العملية الديمقراطية الحقيقية بين دول المنطقة يا صاحب السمو أنني وزملائي الأعضاء لنتطلع لتحقيق مزيد من الانجازات بالتعاون الوثيق مع حكومتكم الموقرة بظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله حفظكم الله ومتعكم بمنفور الصحة والعافية وأبقاكم دخرا وسندا للمملكة الغالية وشعبها الوفي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى هذا وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه ورقية تهنية من معالي رئيس مجلس الشورى بالمناسبة ذاتها وهذا نصها حضرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة حفظه الله ورعاه ولي العهد نائب القائد العالى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني أن أرفع إلى مقامكم الكريم باسمي وباسم زملائي أعضاء مجلس الشورى بلغ الشكر ووفر التقدير والاعتزاز لتشريفكم حفل افتتاح دور الانعقاد العادية الرابع من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب تأكيدا لدعم سموكم المتواصل لكل جهد مخلص يبدل من أجل رفعة مملكتنا الغالية وعزتها ومنعتها وبلوغ أهدافها السامية دعينا الله جلت قدرته أن يوفق سموكم وأن يحقق جهودكم المخلصة يحقق بجهودكم المخلصة الأمانية والآمال والتطلعات التي أنشدها الوطن الغالي والمواطنون الكرام في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلال الملك المفدى حفظه الله ورعاه حفظ الله سموكم ومتاعكم بموفور الصحة والعافية وأبقاكم دخرا وسندا للمملكة الغالية وشعبها الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته